موسيقى موسيقى لا قتم سيدي لوال باجت امسوا باجت امسوا بجد امسوا بجد ما شاء الله ما شاء الله عليك ا Harmony تصدقى بالله والله ما عıyorum الم staying Percy يا بيت لسه لسانك فالث منه هقول ساني هيروح فاني يعني قوليلي يا بيت روحت فين وجيت منين وسألش علي يا ليه يا واطية انت يا واطية مشاغل والله يا خالتي قمال فين سوكة عاوز اسوكة في ايه يا اختي وانت في الحالة اللي انت فيها دي وبعدين مشاغل ايه يا بيت روحت فين وجيت منين ومن قلاعك ومن لباتك يا بيت هقولك على كل حاجة بس دلوقتي عايز اسوكة عشان جايباله شغلنا النمى ايه لوز واضي يا سوكة يا ولا يا سوكة يا ولا تيه يهمة فيه يهمة سرعتيني تايولي يا ولا تايولي مش دي القبلي نوال اه يا ولن اه دي القبلي نوال جايبالك شغلانه لز يولي كان يالف عاجيليك اوال اوالógيليك حاجة تلذي يا ولف الا انت تشكيل علشغلانه кажется الاتفاقات كلها معايا انا قا الفلوس والحاجات دهنا الشئيzinان متديرتي الله يسلمك ياسوك بص بأ انا دلوقتي شغالة في الكباريه اللي شغال فيه كبدك يتعون والراجل مدير الصالة سمع الغنوة بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده آه بس تعون ده زبالة الباشر كان عايز يقفلك فيها لو لاي أنا سلكتهالة آه سلكتهاله مش الكباري ده يا بيتي اللي بقى فيه المليطة كلها لا والله قصيرة يا نوال يا يما كباري مطرب زي صاعدة يشتغل فين في الحديقة اليابانية أيوة يا يما كباري المهم يا سوكا لما تيجي تحرص منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان آه يا أخويا إحنا دلوقتي خرجنا بره المنطقة يعني إنت عارف المصريين مع بعض في الغربة بيعملوا إيه هاي يا أختي طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباري وإنت إن شاء الله هتشتغلي إيه يا حبيبتي فتاحة ودي هتفتح إيه دي أنا هقولك بقى يا أم مش إنتي بتنادي على الراجل أبو فاوزي يا أبو فاوزي افتحلي حاجة ساعة قبل نوال بقى جايبة تلاجة حاجة ساعة في هناك في الكازنو وكل اللي عاد يما تفتح له حاجة ساعة تفتح له حاجة ساعة تفتح في راسك طاقة انت ويا في ساعة واحدة المهم يا سوكا إن شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض للخدمة دي وتنطقني معاه تمريني قبل نوال بس إزاي يعني؟ أفهمك البنات صنفين في الكباري الفتاحة درجة تانية في الفلوس والمعاملة وكله أما الرقاصة درجة أولى وانت بقى يا أختي عاوزة تترقل تبقى إيه؟ فتحة كواليل ولا خزن ولا رقاصة؟ أفهمك أنا يا خالتي مانا طول مانا برة كان على رقابتي عامل حاجة زي كده لكن مادام كده كده جوه المخروبة يبقى خربها أحسن ألو؟ أيوة صباح الخير أنا كنت بتصل بخصوص الإعلان أيوة وظيفة السكرتيرا التنفيذية نعم يا فانتن؟ آه طيب معلش شكرا بتتكلمي فيه يا أختي؟ قمي خش شوف أمك بقى إنها بتطلع في الروح إيه؟ إنهارة بيض ماما؟ ماما حنيينة قوي يا أختي إيه؟ كل ده مش سامعة؟ سنوك جاتي؟ وانت مش سامعة لأيه؟ بقى على ودنك وانت صغيرة؟ الله 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 جبتها منيدي يا باك؟ واحدة زبونة قالت هالي عندي في المحل فعجبتني حلوة صح؟ آه حالة يوب ما تظهر للقلبات يا دنيا طارت هي ما؟ كفر يا كبداك يا مساء الفل إيه رايح فين؟ إحنا هنا لوحدين ما أنا عارف يوب أنا جاي أمسي على ست جمالات هاني آآ قصدي هايدي وجاي أقول لها إن كبداك يتلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمة مع إنه يعرف كتير يعرف كله لم وقص آآ ميرسي ميرسي بجد يا أستاذ يا أستاذ إبراهيم أنا متشكرة من قلبي على إيه؟ شكراً على إيه؟ وكمان أصل الزابط على أمي زوادها بصراحة وأنا ممكن أزعله بس أنا خدت بالي إن فيه تلطيف مشترك مدانكم فقلت أسيبوا إياكوا لأيش لأ جامد أول أمّال أمّال بس خلينا بقى في المفيد الواد سوكا كان معي ونبقر الجرنال وعرف الموضوع أنا أمنتوا مايفتحش بقه بس أصل الواد سوكا ماشي مع البيت تهاجر ما أنت عارف واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحدة بيحكي لها على كل حاجة تاني يوم مصر كلها تعمل أنا يا أستاذ إبراهيم الصراحة مش عارف أشكرك إزاي شكراً على إيه بس يا ستة هاني والله أنا من ساعة ما شفتك وقلت إن أنت هاني بيبان بيبان لو أنت خبرا أوفي لهون المواد بقول لك إيه يلا حبابة عاش تلحق يومك سكتك خاضر يلا لسه العرض ما أخلصش عرض يعني إيه فيه ديامة الجنائية ما تخلص كدكي وتوقل في بقى هو بش الزبط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقة ومش عارف مين وراء موضوع المحل آه المعلم سلوما هو اللي زقيق العيال سلوكة؟ سلوكة إيه اسمه سلوما حاجة غريفة جداً وإنت عرفت إزاي مصادر الخاصة وبقولي للباشا بتاع الكبداكي بيقولك يا أبو ضبورة ونصر وكاب المعلامة مش عاوزة كتاب سلام سلوكة سلوكة إيه هو أنت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يو عشان تلع أصي عمال أبو ضبورة بتاع إيه ده؟ مش معقول ألو متسلب نفسك أقولك أنا مش عارفة أمسك النهاردة عيد الحب كل سنة وإنت طيبة وهابي فالانتين وهابي يونئير وحشاني قبل هجر بطل بكش يا سلوكة واسمعني كويس الحاجة انتصار محجوزة هنا في المستشفى وفصيلة دمها مش لقينها ببنك الدم يا نهارب يا دي أسات الرب هي فصلتها نفس فصيلة دم إبراهيم صاحبك أيوة أنا فكريها كويس قوي من يوم ما جاي يعمل العملية عندنا وكنا مبسطين جداً إن إحنا لقينا فصيلة الدم بتاعته طيب هو بعدين عشان خطر يا سوكة خليجي اتبرع لها بالدم الست حالتها خطر قوي مسافة السكة وهاجيني إيه؟ في إيه في إيه يا لأ؟ يا الحكومة جنانة ولا إيه؟ هو في إيه يا لأ؟ ما يالك يا لأ؟ يا كبداكي يا كبداكي يا كبداكي في إيه؟ في إيه يا سوك في إيه يا حدي فصحي حدي كده اخفى من وشي بدأ معورك وربانا يا عمي بقولك إيه؟ دي حالة إنسانية يا عم حالة إنسانية أنا اللي حالة إنسانية يا غدع ست إنصار دي ستة طيبة وغلبانة ومالغاش أي حد وإنت هتنجز حياتها إنت هتل يا سوكة؟ دم إيه اللي هروح أتبرع بي وأنا عند أهل دمة أصلاً سيبنا نمى سوكة بقولك إيه؟ ما أنت لو ما روحتش ستة إنصار هتموت إنتصار؟ انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تاولة؟ عايزة نمى ساعتنا بلما روح الشغل بقولك يا صاحبي عشان خطري الخدمة دي ليه والله العظيم ما هنسألك قوم بقى يا كبداك عشان خطري طيب يا سوكة هقوم هقوم قال يعني أنا لو ما قمتش أنت حتسبني نايم ما أنت طالع زنان لأمك الله سامحك أنا مش أكلمك على عشان خطو ستة إنصار هتقولي أنا هناك خلاص معلش معلش هناك معلش هناك يلا هو مصحبي يلا هو كيبداك ايه كيبداك ايه تصدقنا يا سعادة الباشا أنا مليش دعوة بحرق محل ستة جمالات وحلقوا ليه عدم المؤخذة هو أنا أغاوي أزية الناس حسل العالي وقفة برا يا سعادة الباشا يا سعادة الباشا أنا عاوف أنك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز أتجاوز ستة جمالات لكن خلاص صرفت نظر خلاص بقى العفو السماح يا حكومة انت لو فتحت بققك تاني من غير ما أقولك أنا حقطع لك لسانك مين يدفع لكو يا ابن انت وهو المعلة مسلومة باشا جالنا نفهم من الخليج وتفعلوا كل واحد مية جنيه وقال لنا هايس كف مصلاحة وخدنا بعد نص الليل وردنا محل مقفول وقال لنا يولع الصوت انتو تعرفوا سلومة قبل كده؟ ايوة بإحنا شغالين شغالين في المباح وبنحمله اللحمة اللي بياخدها وقال لنا ان هو عايز يتجاوز الستة اللي في المحلة دي ومحدش يأزيها اوة بس عايز يعرفها ويفاهمها انها لازمة يبقى معها راجعة خد العيال دول برا خد باشا يا باشا أنا معربش العيال الصيعة دولة يا ساعة الباشا اه دي دي القضية متلافقاني انا مش هتكلم قل قدام المحام بتاعي وانت عندك محامة بقى ان شاء الله لا بس مش هتكلم قل قدام المحام بتاعي حقي اوه مصر اوه مصر دي بنت ست انتصار لسه راجع من برا مصر هو ده بقى ابراهيم مساء الخير انا مش عارفة اشكر حديدك ازاي يا سوز ابراهيم نرسيه بجرد لا تشكرين علي ده يا ست انتصار بي غالي علينا بعدين بقى بعدين الكلام ده يلا يا ناجوان تفده يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا يا سوران اه